كل سنة وحضراتكم بألف خير احنا خلاص بعد بكرة ان شاء الله عيد الأطحى ومع قرب أيام عيد الأطحى المبارك بيكون فيه في الأغلب اهتمام كبير من الناس على شراء الأضاحي عشان كده احنا النهاردة هنتعرف مع دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ايه هي شروط والأحكام الشرعية الخاصة بشعيرة الأضحية مشاهدين الكرام اينما كنتم صباح الخير والسعادة على حضراتكم كل عام وأنتم بألف خير ونحن نستقبل هذه الأيام الشريفة المفضلة المباركة بزيادة في الطاعات والاجتهاد في العبادة والكثير من الخير بشتى أنواعه لنا هذا اللقاء من دار الإفتاء المصرية هنتكلم فيه عن أحكام الأضحية وشروطها وفضلها لكن خلونا في البداية نرحب بضيف الكريم دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور علي برحب بيك كل عام وأنتم بخير أنتم بخير وأستاذ المشاهدين بخير دكتور علي في البداية ونحن نتكلم عن أحكام الأضحية ما هي شروط الأضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل أن نتكلم عن شروط الأضحية لابد أن نستحضر ما هي الأضحية الأضحية عبارة عن ذبيحة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني هدية بنقربها إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فيجب أن تكون هذه الهدية أجمل وأفضل ما تكون حتى نقدمها إلى الله سبحانه وتعالى وعلى هذا تحدث الفقهاء في شروط الأضحية بكلام جيد جميل مفاده وجامعه أنها تكون خالية من العيوب نعم وفيرة اللحم بهمة الأنعام من بهمة الأنعام وفيرة اللحم يعني مستوفية لسن شروط الأضحية من حيث أنها قد نضقت في يعني لحمها نفسه نضق وفيرة اللحم خالية من العيوب يعني قرنها غير مكسور أذنها غير مقطوعة ليست بالعرجاء ليست بالعمياء وما إلى ذلك يعني زبيحة دميلة هدية 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 يعني نهديها إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أي إنسان لما يقدم هدية لصاحبه لصديقه لرئيسه في العامل لكذا لكذا بيتخير أحسن ما يكون فما بالنا أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الهدية إذن فلابد أن تكون أفضل ما تكون وأحسن ما نستطيع أن نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا أننا يجب علينا في هذه الحالة وفي أمثالها أن نستحضر أن كل نعمة نحن فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فإننا نأخذ من نعم الله حتى نتقرب إلى الله وعلى هذا فليس لنا أي مزية لأننا نتقرب إلى الله بعطاء الله سبحانه وتعالى من نعم الله من نعم الله ولكن نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا لأن هذا هو ما نستطيعه ومن أين نأتي بنعمة من غير نعم الله حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هنا يعني الشخص عارف شروط الأضحية وعارف أيضا فضله عند النحر هنا فيما بعد كيفية توزيع الأضحية نعم أولا يجب أن نستحضر أن القرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء فما دمنا قد أرقنا الدماء فقد أصابنا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانت الأضحية تذبح في يوم العيد وهو يوم فرح وسرور وقد نبهنا قبل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا ما أراد المسلم أن يفرح فلابد أن يعم الفرح الجميع وإلا لو لم يعم الفرح الجميع فلا فرح فلا فرح فلا فرح يعم عليه وجرانه وأقربه والفرح لا بد أن الفرح يعم الجميع هنا كمان الشخص أو المضحي أو الأسرة اللي بتعطي الجزار جزء من اللحوم أو الجلود مقابل عمله حكم ذلك هذا غير جائز غير جائز وقد نبه عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك ذبحت أضحية وهذه الأضحية لله سبحانه وتعالى إذن فلا يشاركه أحد فيها وعلى هذا فالجزار يأخذ أجرته من صاحب الأضحية ثم بعد ذلك تقسب الأضحية على ما أراد الله سبحانه وتعالى طيب لو فرضنا أن الجزار من الأصدقاء أو من الأقارب أو رجل فقير وأنت أردت أن تعطيه من الأضحية لا مانع في هذه الحالة أن يأخذ من الأضحية على اعتباره صديقا أو فقيرا أو قريبا أو كذا أو كذا ولكن بعد أن تعطيه أجرته على ذبحي لهذه الأضحية يعني يأخذ الأجرة وتمن عمله في الأول وبعدين كصديق أو كفقير أو كذا أو كذا يأخذ من الأضحية لا مهنة نعم طب هنا وحنا نتكلم عن إعطاء الأصدقاء والأقارب في بعض الأسر أو المضحيين ممكن يدخل الجزء الخاص بالتوزيع على الأقارب أو حتى على الفقراء لفيما بعد العيد أو بعد أيام العيد لتوزيعها هل هذا يجوز؟ نعم هذا جائز حدث على عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتت الدافة ناس فقراء من الأعراب أتوا إلى المدينة وكانوا شديد الفقر فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخار لحوم الأضحية تمام؟ فلما جاء بعد في العام الذي يليه الناس بأت متخوفة من إدخار لحوم الأضحية إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخار لحوم الأضحية فسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال إنما كنت نهيتكم لما جاءت الدافة لما دف علينا وأتى علينا ناسنا الفقراء وكان الأمر هنا في هذا العام يحتاج إلى أن يخرج كل من في عنده أضحية لحمها حتى يسع الجميع ويأكل الجميع من هذه اللحومة ولكن في هذا العام لم يأتي إلينا أحد قال ألا فكنوا واتدخروا معنى هذا وعلشان نفهم الحديث كويس لازم نفرق ما بين حالتين إذا وجدنا أن الفقراء كثير وإنه جاء في بلدنا وناس كثير من الفقراء وكذا وكذا واحتاجوا يبقى الأولى أن لنا اتدخر أما إذا كانت الأمور في نصابها المعتاد فلا مانع من الأكل والإدخار عملا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد تنوعت أحاديثه في الحالتين فإذا ما أصابنا أناس يحتاجون إلى هذا فالأولى أن لا نتدخر أما إذا كانت الأمور في المعتاد فلا مانع من الأكل والإدخار هو الجزء هنا المرتوط بالإدخار مش إدخار لبيتي أو لنفسي لكن الإدخار لتوزيعه على الفقراء والأقارب بعد العيد لا مانع لماذا؟ لأننا إنما اتدخرناه بيد أمين ما معنى هذا؟ أمانه أنه قد تغير الحال بعدما كنا في حال وجود الفقراء والأقارب معنا ونعطيهم مباشرة تحولت يدنا من يد مالك إلى يد أمين كنت أنا مالكا قبل ذلك ولكن لما أفرزت هذا النصيب إلى فلان من الأقارب أو فلان من الفقراء فأصبحت يدي عليه يد أمين فأحتفظوا له بها حتى يرجع فأغطيه إياه لا مانع الأشخاص هنا اللي ممكن بتخرج الأضحية كاملة لله للفقراء والمحتاجين هنا ممكن يكون البديل بتاعهم الثقوق الأضاحي حكم سق الأضحية هذا؟ نعم في القديم كان الناس على تعارف فيما بينهم كان أهل البلد الوحيدة يعرف بعضهم بعضاً وعارفين الفقراء والأغناء وكذا الأمور تغيرت من أكثر من ناحية أولاً البيوت أصبحت ضيقة تمام؟ كثرة عدد الناس من المضحيين نعم الأمر الثالث لما اتسعت المدن أصبح الناس لا يعرف بعضهم بعضاً وكثير من الناس من يقول عندي أضحية ولا أعرف كيف أوزع لحمها ولا أعرف أين الفقراء والمساكين من هنا نشأت فكرة الجهات التي تتولى الزبح والتوزيع على أؤلاء نيابة عنهم إذن هذه الجهات إنما تعمل بمقتضى النيابة والوكالة هي هنا أمين برضو على الله أيها ووكيل نعم وكيل عن صاحب الأضحية فصاحب الأضحية بيوكل هذه الجهة بيوكلها في إيه؟ بيوكلها في الزبح وتوزيع اللحم على الفقراء والمساكين طيب هذه الوكالة جائزة أم لا غير جائزة؟ جائزة بشراء السك؟ بشراء السك بمجرد ما اشترينا السك فقد وكلنا هذه الجهة بأن تشتري الأضحية وأن تذبحها وأن توزع لحومها على الفقراء والمساكين وأخذ هو هنا وأخذ تواب الأضحية فإذا ما قامت هذه الجهة بالشراء والذبح والتوزيع فقد أصابت عملها بصورة صحيحة وقد أصاب صاحب السك ثواب هذه الأضحية نعم هنا ننتقل لأمر آخر أيضا هنا الشراقة لو أسرة كبيرة بها عدد من الأبناء كل ابن له أسرة وله بيت تشاركوا في أضحية يجب ذلك؟ هنا نفرق ما بين حالتي الأضحية الصغيرة التي تجزئ عن واحد فقط والأضحية الكبيرة التي تجزئ عن سبعة نعم إذا كانت أضحية صغيرة من الشياة فإنها تجزئ عن واحد فقط يعني عنه وعن آل بيته عن أسرته عن أسرته فقط نعم أما إذا كانت الذبحة كبيرة كالأبقار مثلا أو الإبل أو ما إلى ذلك مما يجزئ عن سبعة فلا مانع أن يتشارك سبعة في هذه الأضحية وتجزئ عنهم جميعا إن شاء الله وهنا لو تشارك فيها أكثر من شخص أو سبعة كلهم يعدوا من المضحين بهذه الأضحية وعليهم سنن أيضا المضحي أو الشخص الذي عليه القيام بالنحر أو الأضحية يعني عدم قص الأظافر أو الضقن أو التقصير نعم هنا هنفرق ما بين المضحي وآل بيته نعم المضحي إذا أراد أن يلتزم بهذه السنن على فكرة هي ليست واجبة عشان فيه كثير من الناس بيظن إن واجب على المضحي ألا يقص أظافره أو يحلق شعر وتشبه بالحاج هو فقط تشبه من باب السنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وعلى هذا فمن أراد أن يضحي إذا أراد أن يلتزم بهذه السنة فلا مانع فلا يقص الأظافر ولا يحلق الشعر ولكن هل هذا الحكم يعمه ويعمه آل بيته لا هو فقط صاحب الأضحية الذي يلتزم بهذا إن أراد أن يلتزم بهذه السنة أما آل بيته فلا يلتزمون بشيء من هذا حتى لو تشارك السبعة في أضحية أيهم هم السبعة كل واحد منهم صاحب أضحية نعم ولكن كل واحد منهم له زوجة وأولاد هل زوجته أولاده يلتزمون بهذا لا يلتزمون لكن السبعة دول المضحي المضحي إن أراد أن يلتزم بهذه السنة فلا مانع طب إن قص أظافره وحرق شعره لا مانع ويحصل على الثواب ويحصل على الثواب لأننا قلنا أن هذه سنة والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إذا تركها فلا إسم عليه ولا حرج وإن فعلها فلاه ثواب اتباع السنة دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاة المصرية شكرا جزيلا على تواجد معنا كل عام وأنتم بخير وأنتم بالصحة والسلامة وجميع المشاهدين وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير مشاهدين الكرامة شكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة كل عام وأنتم بخير إلى اللقاء